هكذا تبدو المناطق العشوائية في العراق تجمعات بشرية وبيوت غير منظمة قامت ببنائها عوائل على أراضي حكومية فارغة منذ أعوام حيدر أحد سكان العشوائيات في محافظة بابل يعمل في بلدية مدينة الحلة كعامل نظافة قام ببناء بيت صغير ليسكن فيه مع زوجته وابنته الوحيدة لكن البيت الفقير لم يقهم حرارة الشمس ما اضطر زوجته وابنته للذهاب إلى بيت أهلها أنا اسمي حيدر عبد الكريم حسين أشتغل عامل في البلدية مئرات بمئة وسبعين ألف متزوجوا عند ابنية وقعد غرفة مالي بلوك والله ما عدي لا قطع لا عدي خفل على المختار طاني غرفة مالي بلوكة اللي قعد بيها جونا ثلاث مرات ما ربع مرات جونا لا يدي شيئ لنا قالوا شينو منا يواجه سكان العشوائيات صعوبات جمّة في العيش فعلى الرغم مما زودتهم به الحكومة من كهرباء وماء بشكل رسمي فإن عدم الاعتراف بهذه المناطق على أنها أحياء سكنية رسمية حرمها من المدارس والمراكز الصحية والخدمات العامة الحقيقة ضمن لجان من وزارة العمار والإسكان والبلديات وكذاك وزارة التخطيط وباقي الدوار القطاعية حددنا خمس مناطق بديلة في محاط بابل وتم اختيار البديل الأول وهو منطقة المطار بأن تكون مدينة جديدة أطلق عليها مدينة الجنائن استكملت تصاميمها التصميم الأساس والتصميم القطاعي من قبل وزارة العمار والإسكان الحقيقة هذه المدينة الجديدة تحتاج إلى أمال كبيرة لأنها خالية من البناء التحتية والخدمات نحو خمسة آلاف مجمع عشوائي في عموم العراق أكثر من ألف منها في بغداد وحدها يسكنها ما يزيد عن عشرة بالمئة من سكان العراق بحسب وزارة التخطيط العراقية في عام 2016 كان عدد المنازل العشوائية في بابل يقارب الخمسة وعشرين ألف منزل ارتفع في العام الماضي إلى خمسة وثلاثين ألف وهو في تزايد مستمر ليس في بابل وحدها بل في معظم المدن العراقية عيسى العطواني الحرة بابل